ليش وعدائه العبراء؟ على المطو يوم الشتاء اللي بيكون عايم الدنيا وكذا بيخدهم بالسيارة صنالبات صارنا فترة اللحمة للطبخات اللي منجيب تمليح فيها يعني وقية أنا شغلي زبحتني زبح قدام ابني كنت أخده مع التعونية هيدا جرح كبير انه يكون طفل حامل هوا شغلات ترجع ترجع له منه عستان وتخليله يعني يعني الاشياء اللي بتقدر تقدر تشري له اياه قبل الأزمة كان راتبة بعد سلسلة الرواتب كان معاشي 1500 دولار هلأ معاشي 24 دولار قبل كنا مكتفيين كتر خير الله يعني هلأ صرنا بنعد بنعد للمليون بس نشتري ربطة الخبز لسعر حقها 70 ألف المدرسة انه مشكورة السفارة لأنه مدرستنا أمولوجية هي دفعت واللي بتأخروا علي أنا يعني دعم من الأهل دعم من أختي بيقولوا بيمنعونا نشتغل شغلي تاني بتهيني الوظيفة هلأ صارت الوظيفة بحد ذاتها هي إهانة بس يطلب منك ابنك شيء ما تقدر تجيب له يمكن مش بلحظتها بتحس بالوجع بعدين بتعود لحالك ابني قبل عيد الميلاد صار عنده زرف صحي فات مستشفى فجريت الزايدة ببطنه طلعت علي بالمستشفى 3200 دولار حتى محبسة محابسة أنا وجوزة بعناهن لحتى نقدر وسنة نبرم من محل لمحل حتى نلم أولادي كتر خير الله بتفاهمين بقللن أنه أنا دائماً نفاهمون أنه الإنسان بمرق بحياته بطلعاته ونزلت بقلني بتفاهمين النازلة أنا هلا طبعا بتعرف قداش عم بيكون فيه معاناة بقلب البيوت وفيه ناس عم بتكابر عم بتكابر على حاله لأنه نحنا تعودنا ما نفرجي ألمنا ولا نفرجي واجعنا